أسعد الله أوقاتك فخامة الرئيس مسأل خار حياك الله بصفتك شخصية عسكرية مرموقة عربيا ولبنانيا نحن نسأل عن تعليق أو انطباعك عما جرى هذا اليوم في سماء القنيطرة أنا ما بتعجب اللي عمله الإسرائيلي لأنه نحن مرئنا فيها بلبنان بلبنان صار عدة أمثال من هذا لما بدأت حكى عن تقارب حل وحكي جدي بين أمريكا وروسيا إسرائيل بدأت قوي معنويات لدعمتهم لأنه نحن نعرف أنه القاعدة أو سموها النصرة أو هلأ الشام إلى آخره هي وحدة نحن مرئنا فيها بلبنان نحن بعدها متذكرين قبل التحرير بكم شهر يرجع للتاريخ رأس السنة تسعة تسعين ألفان أنا أنا كانت المقاومة فعلا المقاومة اللبنانية عم تتقدم وإسرائيل مضطرة أنه تنسحب من لبنان فجأة ظهرت القاعدة بالضمنية تسعة وتسعين ألفين لقلت راسي السنة والعالم ما فهموها أنا أنا حتى نحن ما فهمناها أنه شو اللي جاب بهاللحظة القاعدة بالضمنية السبب هلأ نعرفه أنه اللي صار لمن ديقة كتير إسرائيل مثل العادة تطلب من الولايات المتحدة الولايات المتحدة بتطلب من السعودية لأنه بدون الأواكس الأمريكاني النظام ما بيبقى والسعودي بيدفع للتكفيري وفجأة بيّنوا بجرود الدنية ولكن تفاجأوا كانوا عاملين حساب يصير مثل ما صار بإرسال من سنتين ثلاثة أنه ما بيتاخد قرار بلبنان وقتها أنا ذلك كنت أنا رأي الجمهورية حسامتها بليلة وحدة يعني ليلتين أعطينا أمر للجيش الجيش للأسف أنه ناطرين أوامر بك بيطلع قرار مجلس على الدفاع أنه لا هلأ بتمشوا وما بدأ قرار من حدا لما بيقتلوا عسكري من عندكم أنا قبل كنت قائد جيش فخامة الرئيس يعني أنت تريد أن تقول بأن إسرائيل تستخدم القاعدة في الجولان اليوم كما في لبنان أيام أحداث الضنية كما في لبنان في عرسال وبالتالي هناك علاقة تريد أن تقول أن هناك علاقة بين مباشرة أو غير مباشرة بين إسرائيل والقاعدة وما يجري في الجولان ليس جديد أنا بأكد لك في علاقة مباشرة ومشان هيك خبرتك قصة الضنية ولوما انحسمت بلحظتها ما كان صار في تحرير في لبنان كنا التهينا ببعض مثل ما هلأ ملتهيين بإرسال ومشان هيك أنا بقول لما شافت أنه ممكن بوادر حل حركت حالها أنه تتقوي معنويات كمان القاعدة اللي عم تشتري معها كانوا يسموا حالهم نصرة أو غيرها وعلى أساس أنه نحن هون نحن منضروب أما مش عملين حساب مثل ما كانوا مش عملين حساب في لبنان سوريا النظام رد على هون وهلأ بدأت عمل حساباتها لأنه مش طريق هيني مثل ما هني مع تقدين يعني اللي بدي أقوله أنه القصة مش من اليوم القصة منذ الاشتياح الإسرائيلي للبنان عم بحكيها عن ممارسة مش عن حكي هلأ عم تبين إداش إسرائيل قريب من القاعدة النصرة كيف ساعدتهم تتاخد بعض المواقف الجيش النظامي بالسورية إلى آخره ولكن هالاتفاق صار من بعد اشتياح لبنان أنا زاك أمركا السعودية إسرائيل بلشوا يشتغلوا بلبنان حتى يحيدوها أنا زاك بالمنح بالوحيش بالإغراءات بدفع المصاري إلى آخره نفس الشي عم تحاول هلأ بسوريا وبأكد لك أنه إسرائيل مزعوج كتير أنه يصير فيه اتفاق بسوريا لأنه كانت عم تتفرج على كل الدول العربية تسمح لي أسألك بدون حدا يؤفوه حول موضوع الاتفاق أريد أن أخذ رأيك فيه لكن قبل ذلك أنت فخامة الرئيس تقول بأنه ليس جديد هذه العلاقة بين إسرائيل وبين القاعدة وهناك تجارب أخرى لبنان وحضرتك كنت موجود في ذلك التاريخ وكنت في موقع القرار أيضا ولكن دعني أسأل هنا عن أهداف إسرائيل في الشريط الحدودي السوري وأن كان ما تقوم به الآن أيضا يشبه أو يماثل ما كانت تقوم فيه بالشريط الحدودي في جنوب لبنان نفس الشي عم تعيدها بسوريا لأنه حاولت بلبنان ما قدرت بالتحرير ما قدرت بالألفين وستة وأنا توقعت بعد حرب الألفين وستة قالوا لي أنه هلأ ارتاحت إسرائيل قلت لهم لا هلأ بدأت تروح تهاجم باكمة قوة المقاومة بلبنان أي سوريا وأي إيران مثل ما بتعرف يعني خلقوا قصة النووي وإلى آخر وعلى لحظة كانت تبلشت المشاكل ما زبطت معهم هونيك تحججوا بالربيع العربي وهي دي رأنا فيها ما جربوا يعملوها بلبنان وعهلأساس لقوا أنه بيقدوا يحركوا المذهبيات وإلى آخره وبعدها بدأت تكفي لأنه بالحروب ما عاش تربح بقى إسرائيل ما عاش عندها إلا بالفتنة وعهلأساس أنا بقول بدأت حط كل قوتها مع التكفيرية مشان تحاول ما يصير في حل ولكن من بعد ما اللي عم بتشوفه هلأ أنه قبل كانت توقف على جنب وتتفرج هلأ شافت أنه في جديب الممارسة يعني إذا بقى تكفي بدأت يصير فيها مثل ما صار في لبنان ومشان هيك أنا متوقع أنه بدأت عيد حساباتها هلأ إسرائيل من بعد اللي صار اليوم هذا مثل ما بيقولوا مفترق طرق بدأت تكفي بالآخر ما بقى تقيد لأنه إسرائيل هلأ مش مسعدي من بعد اللي شافت شو صار فيها في لبنان أنه تحارب خاصة هلأ النظام السوري اللي برهن عن عقيدة وعن قيادة وعن قوة وبذات الوقت عالميا انكشفت هلأ إسرائيل أنه هي ماشي مع القاعدة وخاصة اللي كانوا دعمينها بالغرب مثل ما بيقولوا وصلت لبيتهم لقضية التكفيرية يعني بل شو عيدوا وحساباتهم كانت ألمانيا فرنسا إلى آخرين وهالأساس بدأت عيد النظر بكل شي اللي كانت فكه منها طيب فخامة الرئيس عندما يقوم أو يأخذ الجيش السوري قرارا بإطلاق صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية ويعلن فورا في بيان رسمي أنه قام بهذا العمل بكل وضوح وأنه أسقط طائرتين هل توافق على أن هذا القرار يمثل تطورا نوعيا استراتيجيا لا يتعلق بمصير سوريا فقط إنما بقرار حلفاء دمشق أيضا مية بالمية مش بس حلفاء دمشق ولو كانوا الأنظمة العربية للأسف عم تتفرج بدل تعمل مثل ما عملنا نحن بلبنان والسورية ولكن رح تكون لصالح كل العرب ما عم بحكي عن الأنظمة عم بحكي عن الشعب العربي إنه رفع له كرامته إنه ما بيجوز اللي عم بيصير هلأ ويتفرجوا العربان للأسف هاي الشي صار بلبنان أنا متذكر كنت قائد جهاز سنة الستة وتسعين قطيت أمر هذا موجود بالتاريخ قطيت أمر ركبه مضادات على ظهر الوزارة الدفاع عحسى ما يقولوا نحن قاعدين عم نتفرج وجنوب عم بيحترق وكانت بس تمرق الطيارة من فوقنا نقوس عليها وأنا ذاك رئيس جمهوري كان يبعط وراي إنه شو عم تعمل رح ترخب لبنان إنه بدأ نعمل تحرير وصار تحرير نفس الشي بدأ يصير بالسورية ونفس الشي بدأ يلحقها كل الدولة العربية إن مشوا معه النظام أو ما مشوا طيط لخامة الرئيس هناك اتفاقية فك اشتباك تم التوقيع عليها في 31 مايي 1974 بين إسرائيل بعد حرب حرب تشرين حرب أكتوبر في 73 وهذه الاتفاقية برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان عن ذاك يعني روسيا هذه الاتفاقية ما مصيرها اليوم ونحن نرى إسرائيل خرقت هذه الاتفاقية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية قصفت أهداف داخل العمق الإسرائيلي هل هذا الرد يعني بأن هذه الاتفاقية وبهذا الشكل وبهذا الوضوح تعني أن سوريا وحلفاء يقولون أن هذه الاتفاقية خلص انتهت لمن إسرائيل تتعدى بهذه الطريقة ومستقلانة عن حدا ما فيه بقى اتفاقيات مثل ما عم بقول تاريخها عم بقيد حاله نفس الشي كان فيه يقوله هدني بلبنان لمن فاتوا وقعدوا بأرضنا ولمن بلشوا يضربونا وإلى آخره معاش فيه اتفاقيات وعلى آخره صار فيه تحرير نفس الشي بده يصير بسوريا طيب فيما يتعلق بأيضا هذا التطور فخامة الرئيس هل تعتقد من وجهة نظر عسكرية وأيضا سياسية بأن هذا سوف يستدعي نوع من الاهتمام الدولي أو الاستنفار الدولي بالتعجيل في إيجاد حلول لما يجري في سوريا أنا بأكد لك كل الدول الكبرى وهلأ في عندنا البريكس وعندنا أمريكا بدأت تهتم كتير لأنه بيعرفوا أنه فيه جدية بالمعاطات مش متل للأسف كيف كان يصير بالدول العربية يفوت الإسرائيل يعمل نزهة ويطلع مش هنهيك أكيد أنه رح يصير فيه اهتمام دولي على أعلى المستوية طيب لماذا فخامة الرئيس تتحرك إسرائيل بهذا القدر من الوضوح في منطقة الجولان والقنيطرة مع بدء بالتزامن مع بدء تنفيذ التفاهمات أو الاتفاق دعني أسميه لأنه تم توقيع وثائق كما قيل بين الولايات المتحدة وروسيا مثل ما قلتلك من البداية إسرائيل ما بدى سلام بشرق الأوسط خاصة بدول العربية لأنه هي بتتفرج علينا بتعمل الفتنة وبتشوف من بعيد هلأ لما بيصير فيه اتفاق وبتنحل وبيرجع لحقه بسوريا فيه دولة بسوريا كان يقوله ما فيه من خمس سنين كنا نقول بكرة هتشوفه طيب لهلأ شافوا أنه فيه دولة فإذا مستأت لي هلأ إسرائيل تخربت هالاتفاق ومشان هيك بدأت تعمل مستحيل عندها لا لأنه البديل أنه هي تخد حرب إسرائيل ما عاش تقدر تخد حروب فيها تهدد عندها أمبلي زرية إذا وصلت لها هناك يعني حرب عالمية ما عاش على مستوى إسرائيل مشان هيك عارف هالشي إسرائيل فكرة تعمل كما كانوا يعملوا في لبنان في لبنان لمعلوماتك الفريق اللي كان ماشي مع الإسرائيلي يتفقوا أنه وقت اللي يخسروا أنه يطلع الطهيران الإسرائيلي ويمروا على بطريقة يطلع الصوت مشان يرعب اللي موجودين على الأرض تتقوى معنوياتهم هذا كله مسجل مش أنه حكي هلأ خاصة عم بيحطوهم يعني بالجرائد شو صار بالحرب اللبنانية كانوا بعض المسؤولين اللبنانيين يحكوا مع الأمريكان يحكوا مع الإسرائيلية أنه خلي الطهيران يمروا تيخافوا أو يقدموا شوية على حدود القوات الإسرائيلية بس هلأ مش متل قبل ما عاش فيه بع بع من بعد اللي صار بلبنان إسرائيل للبوليس طبع شرق الأوسط مثل ما أرادتها أمريكا وأمريكا للأسف كانت في البعض بيقولوا أنه هني كانوا يقولوا شو بدك تعمل لإسرائيل للأسف الإدارة الإسرائيلية لحد تلق هي منخورة بالصهيونية روتشيلد طبع روتشيلد هذي اللي حكمين للعالم للأسف وعه الأساس كانت تعمل مثل ما بدها بس هلأ وصت لوقت أمريكا عم تحس مثل ما عم يحسوا بالغرب أنه باقي يجي الدور لعنده هذا قصة اللي صار 9-11 اللي بيحكوا فيها أنا متذكر النهار ذاته قبل الظهر وقته كان عندي لارسن المدوب الأممي اللي كان يجي مشان الحل بلبنان بين إسرائيل ولبنان وقته قال لي لحقيقة مش ماشي الحال شو بده يصير صباحا ديك اليوم قلت له تبقى تتذكرني من أربع سنين صار فيه مشكل بالتريد سنتر وقته فيه شاخ متطرف طلعت قملي قلت له ثلاثة أربع وعهل الأساس رح يصير أضرب كتير لأنه ما فيه إنصاف بجلس الأمن ما عم يتعاملوا العالم كله بعد الضار صار 9-11 وما بنسى تلفن وقته لارسن دخلك كيف عرفت قلت له أنا عارف قبل بوقت أنا أقوى من أمريكا أنه جايين تتهموني يعني عم بعطيك أمثال إذا ما وعيوا لهذا الشيء كون أكيد الكل بده يخسر طيب فخامت الرئيس اسمح لي أستغل وجودك معنا أيضا لأخذ ملاحظاتك وتقييمك أيضا للتفاهمات أو الاتفاق دعني أسميه بين واشنطن وبين روسيا فيما يتعلق بوقف النار في سوريا وأيضا وثائق لا أحد يعرف عنها شيء حتى هذه اللحظة يعني الآن قبل قليل قبل ما تكون معنا حضرتك كان لافروف يقول كنا ننقل يعني خبر عن لافروف يقول أنه أن موسكو تريد نشر هذه الوثائق لكن الولايات المتحدة تريد أن تكون سرية وكأن روسيا تحاول أن تحرج واشنطن هنا بأنها يمكن أن تنشر الاتفاق إذا تم التهرب منه ما هو تقييمك لهذه التسوية التي توصل إليها الطرفان فيما يتعلق بسوريا وهل تجدها بأنها طريق صحيح طريق ربما يكون جدي هذه المرة للوصول إلى حلول للميدان وعلى المسار السياسي ما فيك هل تقول أنه مصيره مصير له 24 ساعة وقاصة تجربنا بشباط هالسنة وشفنا شو صار بس حسوا الأمركيين أنه رح يخسروا التكفيرية خلينا نعمل وقفة لقنا ومنعرف نحن أنه رئيس أوباما عنده بعد شهرين ثلاثة وبدو يصير انتخاب رئيسي جديد كله هذا بحط بالجو أنه ممكن كتير يعني مثل ما بيقولوا الأمركيين لجاسي طبع أوباما أنه قبل ما يفل بما أنه أخذ النوبل قبل ما يعمل رئيسي جمهورية أنه هو آخر لحظة عمل وقفة لقنا مش معناتها أنه انتهى الحرب وإلى آخره نحن نتمنى أنه يكون نهائي ولكن لما بيقول ما بدي أنشور أنا ما بتعجب لأنه أول شي ما بدي يبين قدام الحلفة تبعولون وموجودين كتار حتى بلبنان عندهم حلفة أنه بالآخر لقوا أنه كان معنى حق أنه ما بيدوا يكفوا بها الطريقة بيني على عينك يا تاجر فيه دولة عم بيجيبوا كل شي فيه إرهابي وتكفيري من العالم كلها تعملوها وللأسف بعد لهلأ بيقول أنه يعني كالي أنه أنتو وبين هلالين المعارضة السورية المعتدلة أنه ما تعربوا صوب المسمينا هلأ فتح الشام ما بعرف شو مسمينا النصرة لمه ولا من الداعيش لأنه بتصير وخيمة علاقتنا معكم بهالمعنى يعني بس من تاني مال ما بدأت تضرب النصرة وبذات الوقت بدأت تقلي أنه الإسرائيلي طلع ضرب بدون ما بعد خبر للأمريكاني بعد خبر للأمريكاني يعني عم بيصير ألعيب نحنا مرأنا فيها بلبنان ما قدرنا ليون إلا لمنه وقفنا كلنا سوا وقدرنا نجيبهون بالرغم أنه فيه لبنانيه مثل ما فيه بسوريا للأسف هادي بيقوله العين ما بيقاوم المخرز وبيقبضوا بآخر الشهر هذا كلام أنا مش قاله جديد ما فيه مسؤول للأسف بلبنان قيم اتنين ثلاث كلهم بيقبضوا بآخر الشهر أنا اللي بدي أقوله إذا ما كانت قوية سوريا ومتل ما عم بيصير هلا هذا اللي بدي يجيب الحل بالآخر الحق يرجع لأصحابه أي أنه سوريا تنتصر وبدون كل هالحاك اللي عم بيصير هلا أنه بيصير أو ما بيصير لمهم الشعب وقف الجعب الجيش وقف الجيش يلي بدي يحكي عنه التاريخ هذا عقيدته كذا ما شيء أثر علىه ولا طائفية ولا غيرة وبذات الوقت عندهم قائد عم بيعرف كيف عم بيصرف وماشي يدامهم على هالأساس أنا بقول أنا منتظر بالآخر أنه يصير الانتصار لجبهة تبعيتنا مثل ما صار بلبنان ممكن إذا بدون يلعب هلا الأمريكان مش بها الحقبة ترجع بتصير فيما بعد طيب يعني أنت عمليا وباختصار لا تعول على هذه التفاهمات وتعتبر أنها نوع من المناورة السياسية أنا حتى بلبنان وينما كان على طول اتفاعل بس بذات الوقت ما أتخلى عن المرودة لأنه كل القصة تينايمونا تينايلوا منا تعرف أنه بالالفين وستة لمنطلع الالف وسبعمية واحد القرار مجلس الأمن وقفوا النار من بعد ما خسوا الإسرائيلية 30 دبابة بوادي الحجار فاتوا مجلس الوزر على رأس الرئيس السنيورة وقال أنه بدنا الجيش يفوت وياخد سلاح المقاومة ملتع ووزير المقاومة استاذ فناش ويعقوب الصراف الوزير الأدم الباقيين كلهم للأسف كانوا ماشيين أنه يفوت الجيش ياخد سلاح المقاومة وقت قلت له رسالة للسيد أنا رئيس جمهورية مش ماشي بالاتفاق السيد دري بعت له خبر ونحن مش ماشيين وتأخر صدور القرار لألف وسبعمية واحد يرجعوا للتاريخ كان مفروض يطلع التلاتة طلع الجمعة لأنه الخميس قالوا ما بناخد سلاح المقاومة وهيدي اللي خلتنا نربع ماشي الشي بيعملوا بالاتفاقيات الدولية بينطروا آخر سكي وبيجربوا ياخدوهم ما في عشتر منهم بهال اشياء الصهايني الروتشلدية هذي اللي حتمين العالم للأسر طيب فخامة الرئيس يعني حلفاء الولايات المتحدة في لبنان سوف يتأثرون إذا ما عرفوا أو سمعوا أو نشرت وثائق تقول بأن الولايات المتحدة تقدم تنازلات في سوريا لا نعرف هذه الوثائق ما فيها ماذا قدمت وإن كانت قدمت أو لا لكن نحن نفترض لأنه كلام لوفروف يشير إلى ذلك سيتأثر حلفاء الولايات المتحدة في لبنان بهذا الموضوع خاصة بأن لهم حليف لدي سياسة سقورية وعسكرية والحليف الحلفاء إقليميين على رأسهم السعودية أنا بأكد لك مثل ما صار بلبنان ليش عم بقول لك عم بينعاد ذات الشيء بسوريا وقتها هاي دي اللي يسموها ثورة الأرز وطلعوا بلشوا يحكوا إنه الاستقلال وإلى آخره أكتريتهم كانوا مع الأسرائيلية بقلك كل وضوح وتهمونا وقتها بقتلت واغتيال الرئيس الحريري من بعدها وطلعوا علنا إنه بدوا علقولنا المشنقة شو عملوا بعد سنة راحوا ناموا بالشام أنا عم بقلك ما عمل لها إشي جديد لمن بيقطعوا القبل هاودي الجنس مش منه هاودي من أيام العثمانية كانوا معهم صاروا مع الفرنسوية وصاروا مع الأسرائيلية هني ذاتهم جعوا لجدودهم نحن العكس نحن من أيام الأطراق نطالب بالعروب ومن أيام الفرنسوية نطالب بالبنان والاستقلال وبعدنا هذا نوع هذا اللي كان يقول إنه قوتنا بضعفنا مش هناك ما تتعجب بس بدك هلأ سوريا تقبل مش إنه هن يخدوا ع سوريا لأنه من بعد اللي صار قبل كان يتأهلوا فيه ونقولوا معلش بنحمله من بعد اللي صار فيه إشي صارت ما بتركب برأس حدا إنه الديموقراطية هو إنه الدبح وكله صار يتزايد وبالديموقراطية تشكل أوسط مع العلم إنه هالشي كانت الجامعة العربية بدأت تقرب فيها لو ما نحن وقفنا ومشاكلنا بلشت من هونيك نحن والرئيس الأسد يرجع لقمة تونس وقت بيعرض علينا بس ما عرفتوا فيها أنتوا الأعلام لأنه عملوا اجتماع مغلق بهديك الفترة كانت دري من بعد ما أنه سقطت بغداد يرجعوا للتاريخ بيمروا علينا وقت باول كان وزير خارجية أمريكا وبيقلنا سقطت بغداد وأنا جاي من الشام وقلت لهم ذات الكلام تخلصوا من المقاومة بلبنان هؤل الإرهابية وبذات الوقت بتحطوا الجيش عشريت ومنبلش ديمقراطية شغل أوسط باللبنان وكان جوابنا أنه المقاومة بالنسبة لقلنا مثل واشنطن عندكم عمل تحريق للأرض هذا لازم يكون على الليرة اللبناني ونحن علمنا الديمقراطية للعالم أول جامعة حقوق بالعالم بلشت قابل المسيح باللبنان لمن فتنا على تونس قالوا لنا بدنا نعمل اجتماع مغلق وما عرفوا فيه الإعلام شو بيقولوا حرفيا بيقول الرئيس وقت التونسي بدنا نحط أنه بالمقرارات العربية اللي بدأت تطلع هلأ كل العرب ماشيين بديمقراطية شق الأوسط أول واحد برفع أصبعي قلت له سابق الفضل وإيجا باول عندنا وقلنا لا أنت بقيت حط أنا إلي حق رئيس دولة عربية بحسب القانون الجامعة إذا بيقول لا ما فيكن تحطوها در الرئيس بشار وقف وحكي ربع ساعة أنه عشو عم تدخلوا بأمورنا الداخلية وحكي وقت الرئيس الجزائري هؤل ثلاث اللي حكيو طلعنا من هوني تاني يوم منتفاجأ فاية الأستاذ عمرو موسى بدون يرجع يحطها تاري راجعوا الأمريكان أمريكان يراجعوا الإسرائيلية بدون يرجعوا يحطوا ديمقراطين الشق الأوسط يعني يدخلوا وبيدلوا دولنا من بره لمهم وقته عارف الرئيس الأسد كنا قاعدين من الغرفة الصغيرة ما بنسى وقف قال له ما أخذنا قرارا بارحة أنا ما عارف عن شو عبيحكوا قلت له عبتعكوا عن ذات الشي نحن رفضين هالشي وقمناها تاني يوم بيطلع بالجرائد الأمريكانية مثل ما بتذكر نيويورك تايمز أنه كل العرب بدون ديمقراطية من عدد الرئيس السوري واللبناني هادي أمسي لشاره موسيقى